اهلا ومرحبا بكم مع عزيزينا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم اسماء خالدة من الاسماء الخالدة اللي نتكلم عليها النهاردة هو الكساندر فليمينج مكتشف البنسلين الكساندر فليمينج اتولد في اسكتلندا سنة 1980 وبعد تخرجه من المدرسة الطبية بلندن انشغل فليمينج في دراسات التعقيم ولما التحق بالجيش في الحرب العالمية الاولى كان مهتم شديد الاهتمام بالجروح والعتوى ولاحظ ان كتير قوي من المطهرات بتؤذي خلايا الجسم اكتر مما تؤذيها المايكروبات نفسها عشان كده ايقن فليمينج ان الذي تحتاج اليه هو مادة بتقدي على البكتيريا وفي نفس الوقت ما بتؤذيش خلايا الجسم عشان كده سنة 1922 في نهاية الحرب العالمية الاولى ذهب الى معمله يستكمل دراساته وبعدها اهتدى الى مادة اطلق عليها اسم ليسوزيم المادة دي بيفرتها الجسم الانساني عادي جدا وهي بتقضي على بعض المايكروبات ولكن مع الاسف المادة دي ما بتقضيش على كل المايكروبات الضرة بالجسم ولكن اكتشافه العظيم حدث سنة او خرج للنور سنة 1928 ده لما تعرضت احدى مزارع البكتيريا اللي هو كان بيشتغل عليها مزارع بكتيريا في اجار وكده يعني ليه الهوى؟ تعرضت المزارع دي الهوى وتسممت ولاحظ فليمينج ان البكتيريا بتزوب حول الفطريات في المزرعة اللي هو كان عاملها في المعمل يعني مزارع بكتيرية استندق من دوت ان البكتيريا بتفرز مادة حول الفطريات والمادة دي قاتلة للبكتيريا طبعا كانت البكتيريا اللي هو شغل عليها البكتيريا العنقودية اطلق على هذه المادة اسم البنسلين يعني ايه بنسلين؟ قالك يعني العقار المستخلص من العفونة العفونة اللي هو الفطر هطلع منه عقار ان هذه المادة اكتشف طبعا ان المادة دي مش سامة للنبات ولا الحيوان ونشر نتائج او نشرت نتائج فليمينج ابحاث فليمينج سنة 1928 وبعدها اعلم فليمينج ان هذا الاكتشاف من الممكن ان يكون له فوائد طبية خطيرة جدا بس لم يستطع ان يبتكر طريقة لاستخلاص هذه المادة يعني ما عرفش بقى يستخلصها تجاريا يعني او تنقيطها وفضل هذا العقار السحري عشرات او عشر سنين تقريبا عشر سنوات دون ان يستفيد حد منه ولكن طبعا اخيرا سنة 1930 اتنين من الباحثين اروا اتنين من الباحثين البريطانيين هما هاورد فلوري وارنست تشين اروا عن ما كتبوا فليمينج او اللي كتبوا فليمينج او اللي نشروا فليمينج عن اكتشافه الخطير وبعدها اعادوا نفس التجارب تدى لما قروا الابحاث قالك نعمل نفس التجارب اللي عملها فليمينج وجربوا النفس المادة على حيونات المعمل وسنة 1941 استخدموا البنسينين على المرضى واثبتت تجاربهم ان العقار ده او العقار الجديد في غاية الاهمية وطبعا بمساعدة حكومة امريكا وبريطانيا الشركات كلها تصابقت الشركات الطبية طبعا تصابقت على استخلاص مادة البنسين بكميات كبيرة وبكميات تجارية والشركات دي توصلت في النهاية الى طرق سهلة لاستخلاص المادة السحرية وانتاج كميات طبعا انتاج كمي لهذه الكميات وترحها في الاسواق وهم طبعا لا يقلوا اهمية اللي هم الباحثين دولة اللي عادوا التجارب فيلمينج لا يقلوا اهمية عن مكتشف البنسينين نفسه اللي هو الفلمينج يعني ولما انتهت الحرب العالمية الاولى سنة 1945 اصبح البنسينين في خدمة المجتمع في كل عالم وادى اكتشاف البنسينين الى اكتشاف الكثير من المضادات الحيوية بعدها بقى ابتدوا يكتشفوا مضادات حيوية ويجربوها مضادات حيوية بقى اللي هي ضد البكتيريا والتطريات وعجات كده وبتدوا يجربوها يعني واكتشفوا كمان عقاقير تاجة سحرية ولكن البنسينين فضل ولا يزال هو اكثر هذه العقاقير انتشارا حتى يومنا هذا وبعلاج البنسينين طبعا البنسينين بيعالج عدد كبير اوي ومتنوع من الامراض لغاية النهاردة يعني لغاية النهاردة تلاقي مثلا مرضى الزهري ومرضى السيلان والحمى القرومزية والديفتيريا والتهاب المفاصل بيتعالجوا بالبنسينين لغاية النهاردة يعني حتى الاتهاب الرئوي يعني وتسمم الدم وامراض العضم غير ان في بعض الناس قليلين اوي 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 عندهم حساسية من البنسينين في بعض الناس انا منهم يعني على فكرة عندهم حساسية من البنسينين انما طبعا بفضل البنسينين كان كبير جدا ومنتشر واكتشاف البنسينين جي بالصدفة زي اي اكتشاف العالم بيقعد يجرب يجرب وبعدين بيلاحظ حاجاته بيدون ملاحظاته وبعد كده يعيد هذه التجارب مرة اخرى وبعد كده بيستنتج حاجات بييجي ناس تانية بتقرى هذه الابحاث وبناء عليها بتعيد نفس التجارب فبتؤكدها او بتنفيها وبتيجي شركات تانية بتاخد الابحاث بعد ما خلاص بيكونوا يعني قتلت بحسا بيبتدوا ينتجوها انتاج كمي بتدي يجربوها على بعض الامراض على العينات من المرضى لغاية لما يتم اثبات انها فعلا علاج فعال لهذه الامراض وبعد كده بيتم تعممها لذلك فليمينج او الاكساندر فليمينج بيعتبر من الاسماء الخالدة لان اكتشافه بيفيدنا لغاية وقتنا هذا يعني اكتشافه مستمر معانا لغاية ايامنا هذا لغاية النهاردة في حقا بنسلين وفي حاجات الناس بتحط بنسلين على الجروح الى وقتنا هذا الشركات الطبية بيتم تيجو فطبعا الاكساندر فليمينج بيعتبر اسم من الاسماء الخالدة في عالم الاكتشافات الطبية او في عالم البكتريولوجي او في عالم مايكولوجي عالم الفطريات عالم البكتيريا عالم العققير اسم من الاسماء الخالدة وهيظل اسم من الاسماء الخالدة في كل الاوساط العلمية هو الكساندر فليمينج ناس بتشتغل كويس ناس بتجرب ناس بتدوم ملاحظاتها على فكرة البحث العلمي ما هو الصعب البحث العلمي عايز ملاحظة انك بتشتغل واشتغلاتك دي بتطلع ملاحظات وهذا الملاحظات بتدومها بتبتدي تنشرها عشان يجي ناس تانية يأكدوها او ينفوها والعلم كده كده بيتطور على فكرة يعني العلم بيتطور مش العالم اللي بينتج حاجة وينزلها في السوق اه في علماء كتير قوي بيشتغلوا وبيخترعوا الحاجة اللي تنفع في السوق في الحقيقة وده تجار وهنتكلم عنهم يعني موجودين انما في علماء وهم العلماء الاصليين يعني اللي بيشتغلوا العلم للعلم العلم اللي فيه دايما جيل جديد جاي يطور انا بعمل حاجة وجيل جديد ده يطور وبيحصل التطوير انما في الاخر ما بقدرش ان ارضى احكم على تطور شيء النهاردة بمقييس مبارح لا كل عصر هو له مقييسه لذلك الكساندر فليمينج اسمه من اسماء الخالدة قيمة وقامة اخترع لنا شيء او ابتكر لنا شيء او لاحظ بتجربه اشياء او شيء ابتدى على اساسها امرات كتير ما كانش لها علاج ابتدى يكون لها علاج هو الكساندر الكساندر فليمينج مكتشف البنسلين نشوفكم في حلقة جديدة في اسم جديد من اسماء او من الاسماء الخالدة فاسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة